ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة الوزارية بشأن دراسة التطورات الاقتصادية ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية وناقشت اللجنة الإجراءات المتخذة لتنفيذ مهامها ومستوى تنفيذ القرارات الهادفة إلى تقديم المزيد من التسهيلات للتجار المستوردين واستعرضت اللجنة الخطط والإجراءات التي يجري إعدادها والمتعلقة بتنظيم حركة التجارة في الموانئ بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع وتخفيض كلفة النقل وتأمين في موانئ المناطق المحررة وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة شددت اللجنة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للإسراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر السيراد وبيع النفط الإيراني وكذلك اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع أي تجاوزات أو مخالفات للقوانين والآليات المحلية والدولية بما في ذلك التخاطب مع الدول وجهات التصدير التي يتم استيراد البضائع والسلع منها بالمخالفة الإجراءات المتبعة واطلعت اللجنة من وزراء التخطيط والتعاون دولي وعد باذيب والنقل عبدالسلام حميد ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان على تقارير حول مستوى تنفيذ القرارات السابقة والآليات والإجراءات المطلوبة اتخاذها خلال أو في ضوء المستجدات الأخيرة حتى رئيس الوزراء اللجنة على مواكبة المتغيرات الجديدة باتخاذ إجراءات تساهم في تأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية مؤكدا على تقديم كل التسهيلات اللازمة وإزالة أي تعوائق تعترض ذلك شارك في الاجتماع رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي ورئيس هيئة موانئ عدن محمد مزربة